مع بداية عيد الأضحى المبارك في سوريا بدأت المدن والقرى في المناطق المحررة استقبال العيد في المساجد بينما كان لمدينة إدلب عيد مختلف يجمع بين الترقب والخوف ليكتمل العيد بالنسبة للأهالي هنا مع بدء تطبيق أول شروط المفاوضات مع إيران أود أن نتوجه إليك وإلى إخواننا الذين يشاهدون ممن يحملون هم الشام في مشرق الأرض ومغاربها بالتحية والمعايدة فعيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أعاد الله علينا هذا العيد بتحرير إدلب كاملة ونسأل الله يعيد عيدنا القادم بتحرير ما تبقى من بلاد الشام من عيدنا اليوم ومما يتم به فرحة عيدنا اليوم أن اليوم تصل الدفع الأولى من جرحان الذين ظلوا ثمانين يوما وهذه بشرة أزفة لكل من يحمل هم معاناة الأطفال والجرحة والنساء هؤلاء الجرحة الذين يصلوا اليوم هم إخواننا هم فلذات أكبادنا يصل اليوم عشرات جرحان الذين ظلوا ثمانين يوما حتى تقرحت جراحهم ونزل الصديد منها اليوم يصلون مرفوع الرأس وهذا بفضل الله ثم الشهداء الأبطال بشرى الأخرى أن العدد من المئات من أسيراتنا عند الطاغي النظام سيخرجنا في هذه الأيام القريبة خرج الناس في مدينة إدلب مستبشرين ببدء تطبيق شروط الهدنة وليستعدوا لاستقبال أولى دفعات الجرحة والأهالي من أبناء الزبداني القادمين إلى إدلب يكون العيد مشتركا هذه المرة مع الوافدين من الزبداني طبعا هلأ عيدنا صار عيدين عيد الأطحى المبارك اللي عايشينه هلأ وفرحتنا الثاني وعيدنا الثاني هو بالإفراج عن أخواننا اللي كانوا محاصرين النساء والأطفال بمدينة الزبداني نتمنى هذا الشيء اللي قام فيه جيش الفتاح يعني يعم على سوريا كله إن شاء الله ويكون النصر بإذن الله قريب لجميع المدن والقرى والبلدات اللي خاضعة تحت سيطرة النظام إن شاء الله عيد الجيب يكون كلها محررة بإذن الله هو عيد ذو فرحة بلهجتين فهل تجتمع الإدلبية والشامية خلال الساعات القادمة على أرض محافظة إدلب بعد بدء تطبيق بنود المفاوضات بين جيش الفتح وإيران لأوريينت نيوز مسلم سيد عيسى مدينة إدلب